الاردن ثانيا من بين اربعة واربعين دولة من حيث اعتقاد المواطنين بان دفع الرشوة يعطي تسهيلات في الحياة وذلك بحسب دراسة نشرها مركز بايو الامريكي للدراسات على موقع كوارتز الاردن جاء ثانيا بعد الصين محققا علامة قدرها خمسة من اصل عشرة اذ تعني علامة عشرة ان الرشوة عامل مهم فيما تعني علامة صفر ان الرشوة ليست مهمة على الاطلاع كنت مضطر بس ما دفعتها والله اتعرض ان ادفع رشوة لحدها بس بطريقة غير مباشرة طبعا والرشو موجودة دي بالك انه هون ده عمري ما تعرضت لرشوة ولا اعطيت لحد رشوة عمري بحياتي لا ما عمري تعرضت لك موقفة نعم اتعرضنا مرارة انا تكرار انا ولا زلنا انا تعرض كثير من المؤسسات الدولة والمجتمع المدني بتطلب منك رشوة عشان القيام بعمل او انه تجاوز عن شيء وزير العدل الدكتور بسام التلهوني اكد ان قانون العقوبات الاردني صارم جدا اتجاه قضية الرشوة وكذلك نظام الخدمة المدنية الذي يرتب على مرتكبيها عقوبات غليظة مشددا على ان الدولة تعمل على محاربة هذا السلوك المشين قانون العقوبات فرق بين صورتين من صور الرشوة صور الرشوة هو الرشوة للقيام بعمل مشروع هو اولي قيام بعمل غير مشروع اي بمعنى اخر تسهيل ما هو ليس اصلا من ضمن اصول القانون الواقع الشخص مطلوب منه ان يقوم بعمله وفق ما نص عليه النظام الخدم المدنية ومنصت عليه مبادئ الوظيفة التي ينتمي لها الرشوة وان تباينت وجهات النظر في مقدار تفشيها من عدمه في الاردن فانها وجه من اوجه الفساد وسلوك خارج عن القيام والقانون يجب على المجتمع وكافة المؤسسات الرسمية والخاصة محاربته حتى يندثر تماما اشتركوا في القناة